فالإنسان اللي من غير عمل هو في الحقيقة فقد ركن من أركان الحياة ركن من أركان الإنسانية لأن الإنسان قمته بما يعمل شوف كده هذا سيدنا الإمام علي منسوب سيدنا الإمام علي وكمان مرفوع موقوفه مرفوع قيمة المرء بما يحسنه يعني إمتك أنت بما تحسنه يعني قيمة المرء بما يعمل ولذلك أوسع باب تشعر به ومن خلاله بنعمة العمل هو أنك أنت تكون حاضر في العمل فلما تكون حاضر تتقن العمل تتعرر لنفحة الله سبحانه وتعالى هو مين اللي بيساعدنا في العمل بمناسبة هو أنت فاكر أن أنت لما بتمشي في العمل أنت اللي بتعمل كده أنت دايما أهلين يقولون ياد الله قبل أيديكم يعني إيدي النبي قبل إيدك وكمان ياد الله قبل يدك هو اللي سهلك وهو اللي وفقك وكذلك حضرة النبي قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه طب إذا هو أحب أنه يتقن العمل إلا حاصل استعن بالله ولا تعجز ربنا يكون عوني لك لما تكون أنت حاب بالعمل وبتستعين بالله الله يساعدك على أنك أنت تتقن العمل فمن الذي جعلك تتقن العمل الذي قال لك بأنه سينزل نفحات لكل من عمل بأمل موسيقى